اشتركوا في القناة والمشكل انو الحب عطول بيكون صعب يعني بيكون بس انت تفتش على حب ما بيجي بيكون كل شي سهل لما تلاقي الحب بتلاقي اصعب حب بحياتك يعني عطول عنده ظروف صعبة انك تحصل يا عائدة الحب عرفتك ايه؟ فقالله يبعط لنا شي حب لا عنا حب خلاص بطبيعة الحال لما تبلش تغني بتحس انت صوتك احلى صوتك وبتصير تسمع العالم وتكوني عم تغني نشاز وما فهم شي ان الفن اصلا بتكوني بس انو عندك خامة حلوة فبعد فترة بتصير تطور حالك شوية لما تصير تعرف تغني شوية صغيرة بتصير تحس انو صوتك بشع عن جد المفارقة عندنا نحنا ما بعرف انا عندي وكم شخص فنان بعرفوه لما تبلش ببداياتي بتحس صوتك واو عرفتك لما تصير تعرف تغني بتصير تحس صوتك بشع بلشت متل العالم كله بتدوش لانو في ايكو بتولاد في ايكو بتحسي برخامة الصوت لا انا ما مفتش على انتشار انا فتش على الامان وراحة البال وعلى المحل بكون مرتاح فيه انا بلبنان الحمد الله وقتا عملت مسكة على الحب عمتلي شغل حلو بلبنان الحمد الله وتكرمت بلبنان بس المشكل انو جيت عالمغرب زيارة حبات البلد انا متواجد باللبنان انا بروح وبيجي بالشهرين تليتي مرتين يعني عندي اهلي تحت عندي ناس بحبوني عندي كمان اشغال تحت فانا بين بلدان هني بلدان لقلي يعني المغرب ولبنان ما انا بنفس البلد بلبنان كأني بالمغرب بالمغرب كأني باللبنان ما عندي مشكلة بالموضوع انا لستو مهاجر انا مقيمة انا بموقع ما بحق اللي اختار لانو انا طموحي كبير لقالهم هني فينانين كبار عرفت كيف؟ فمفروض نحكي سوا حتى اذكر اسلامي لانو ما بحق اللي فوت على اسمهم الفني وقول انا بدي اعمل مع هيدا بحب اعمل مع كل حدا المعروف اكيد بحب اسماء المنور بس من وين يحصل؟ وانو بدي يقص الله اسماء كيف يكي؟ عرفت كيف؟ فمش انك طموحاتك بتكون كبيرة اكبر من انت قادرة توصيله بس ان شاء الله يوم الايام ما حدا بيعرف الفن شوف الفن ياب تطلع فرض مرة ياب تدلي محلك الفن مفيك بتشتغل كتير لا تعمل شي لا بدي يكون عندك زهر متل ما بيقولوا بالمغربية خاصة يكون عندك الزهر حتى تدير البوز انا قبل ما اغنات كنت عندك تمثل مثلت ثلاث مسلسلات كانوا معرفين كتير باللبنان رماد وملح ملاحية بحر طقر المكسور بس صراحة ما بحب دل بدور الكمبارس كتير لانو ما اخرت ادوار اساسية يعني فيه مسلسل كنت فنان تعرفت على البطل اللي كانت باميلا الكيك بوقت حبيتها واخبار وحركات بس ما بيانت كتير يعني عرفت كيف؟ فما بحب كون بمحل مش مضوع الي كتير انا بتضيع وقت لانو يا بتاخدي دور بطولة اذا فيش دور بطولة مرحبا عرفت كيف؟ ما عندي مشكل وحب بضحي بوقتو وبيضحي حتى بالقجر طبعولو حتى يعمل شي يبين فيه بس انو اذا تكمبارس ما بلا هالوشعة شوفي اول شي لازم نحب بعضنا اول شي لازم نحب بعضنا وصفنا وايانا هايدا اهم عمل مشترك اللي نعمله رفته حتى انت نخلي صورة البلد نظيفة وحلوة رفته حتى الناس اللي بتشوفنا لبنانية تقول خي لازم تمثل انو اللبنانية بيحبوا بعضهم بيساعدوا بعضهم بيوقفوا حتى بعضهم هايدا عمل المشترك الوحيد اللي لازم نعمله كلبنانية انو نكون حتى بعض عرفت كيف؟ ما بعرف انا هايا بس رسالة محبة للبنانية الفنانين اللي الموجودين لانو ما فيش شي بدوم الا الله والازمة بيسوا عرفتها والخير اذا بتتمني له الناس الله بيردلك يا درب عشر بغتنات ومجوش بحط عالم المغرب على صدري وبقعد بالبنان انا بحب المغرب كتير بس واحد ما فينسى ارضه وطراب بلده يعني قد ما حب المغرب ما رح حب قد بلد البنان لانو اهلي وعقيدتي وانا هونيك شمات اول نفس هونيك هونيك عشته بلد حضنني من اول ما خلقت تلاتين سنة اوكي انا بحب المغرب كتير بس اذا قلتلك ما بتحبي اكتر امك ولا جارتك وتقول لي بحب امك كتير بجارتي ما بفرق عن امي عرفتي كيف انا نفس الشي ابدا حبيب الدين عمره ما كان مشكل الدين لا الله مش للشعب اذا في ناس متعصبة وغير مسقفة هيدا مشكلتهم هنة عرفتي انا متل ما بتقبل كل شي انا هون بصوم برمضان بسكون برمضان وبعدين لقى الله محمد صلى الله كلنا من عباد الله فأنا مسيحة بس انا بحب الاسلام وبآمن كمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فينا نخلي لهذا الجهل اللي بيزرعوه بعقولنا الناس اللي مش مسقفة لا فكريا ولا اجتماعيا هيدا الناس بتتاجر فينا هيدا الناس بتبيعنا فلازم نحنا ليش نحنا مدروس حتى نوعا يعني هلأ اذا انت بيجي بابدنا نسمى بيقلك روحي فجر حالي بيقوله روح انت فجر حالك لانك دارسة وقارية واحد تاني جاهل بيقله بيقله طالع على الجنة بيقله يلا فجرني هلأ فانا هيدا ما بدي هيدا الشريحة من الناس انا ما بشرفني اصلا لا تتبعني ولا تحبني ولا اصلا معتبره اوكي والدين مشاركة وما عمل يا حبيب دي الحب ال كانوا يحكوا عنه ويقولوا بطل في منه رجعتيني صدق انه بهدني موجود مش عم صدق هالحني يلي عم تعطيني حاسس هالدني حولي عم بتشتي ورود من وين طلع طيلي وجيتي متل السحر بدم مشيتي كأنك ذاكرتي الغيتي وكتبتي مطرح ممحيتي عمرك ببلش عندي عمرك ببلش عندي